فصول السنة الاربعة هنتكلم عن الفصول الاربعة اربع كلمات سهلين جدا فصول الاربعة سيف وشتا وخريف وربيع هنعرف عنهم شوية معلومات بيبتدئ امتا وينتهي امتا يعني الشهور المعروفة في كل فصل تلات شهور الاساسيين في كل فصل الربط بين الفصول والالوان يعني كل فصل بيرتبط بلون مميز كده هنتكلم عليهم في مجموعة جمل سهلة وبسيطة ان شاء الله وبعدين الاسئلة على الفصول وحنا في فصل ايو دي الوقتي وصلت الفكرة نتابع مع بعض لكاتر سيزون فصول الاربعة الوبرنتان لاء اللو دي الان او فصل الربعة بيبتدي 21 مارس وبنتهي 21 جوان وحد وعشرين ست لتأي الصيف commence le 22 juin بيبتدي تنين وعشرين ست وفينتهي le 22 septembre تنين وعشرين تسع إذن بياخد أخر عشر أيام في ست شهر سبع شهر تامانية أو العشرين يوم في شهر سبتمبر لشهر تسع لطن لطن الخريف لطن commence le 23 septembre et فيني le 21 décembre هنا بيبتدي في آخر تسعة وبينتهي في قبل آخر اتناشر تمام الشتاء commence le 22 décembre 21 décembre et finit le 20 mars وبينتهي 20 mary مهم نعرف الشهور نركز كويس جدا تحديدا في الصيف والشتاء الصيف بيكون واخد شهر في ستة آخر ستة وشهر سبعة اللي هو جوية وشهر تمانية اللي هو قوت مهم قوي سبعة وتمانية سبعة وتمانية صيف يعني الواحد بيروح فيهم على البلاج على الشاطئ بيكون فيه أجازة أما بالنسبة للشتاء اللي بيكون فيه جليد وتزلج على الجليد وكده بيكون فيه شهر آخر ديسمبر وتحديدا عندك شهر جانفير يناير وشهر فبراير شهر يبقى يناير وفبراير اللي هو ما بداية السنة بيكونوا في الشتاء تمام طيب نجي على الأسئلة نحن نكون في أي فصل إنتا مش عارف إحنا في فصل إيه فبتسأل واحد زميلك في أي فصل نكون ممكن نغير طريقة السؤال ونخليها في أي فصل نحن نكون الإجابة في الصيف في الشتاء في الخريف الثلاث فصول دول مبدوئين بحروف اللي هم كانوا وغدين لما بيخضوا حرف بيخضوا حرف فلغر أن أن أتي أن إيه أن إيه أن إيه أن أطن أما الوحيد اللي كانوا أخذ له هو بخنتان ربيع بالتالي ها يخذ أو بخنتان كحرف كالسيزن préfيرت ما هو فصل كالمفضل لما تسأل حد عن فصل المفضل أول السؤال بشكل تاني كالي تا سيزن préfيري ما هو أو ماذا يكون فصل كالمفضل جه préfير له وفضل الشتاء ممكن أقول ما سيزن préfيري فصل المفضل أ وهنا إجزرسيس بيقول ليلة دات اقرأ التواريخ وإكري لسيزن كوررسبندنت وكتب الفصول المناسبة التاريخ الأول بيقول 28 ديسمبر 28 ديسمبر دا فصل إ آخر 13 أيام في ديسمبر دا بيكون لإبار الشتاء ل 27 27 27 بيكون ل printemps شهر 4 بيكون printemps 4 8 8 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 بيكون ليفير شتا لوفين سعينك اكتابر خمسة وعشرين اكتابر سي لطن بيكون فصل الخريف النقطة التانية المهمة هي ارتباط الألوان مع فصول السنة كلنا عارفين ان في الربيع مثلا بيكون الدنيا ربيع والجو بديع والدنيا خضرة والورد مفتح وقفل لي على كل المواضيع نجي مثلا على الصيف هتلاقي الدنيا كلها على شاطئ البحار والمية الزرقى والسمى الزرقى وكده نجي في الشتا تلاقي السمى المغيمة والدنيا والسمى فيها سحب وامطار وبعض الدول طبعا في اوروبا وكده بيكون الجليد وهكذا ففكرة ارتباط الألوان بالفصول هنلخصها في الجمل الجايد لون البرتقالي والأصفر إنها الأشجار في فصل الخريف اللون الأبيض إنه الجليد في فصل الشتا طبعا الكلام ده مش في كل الدول ربما يكون الكلام ده بتكرر في الدول الغربية أكتر عموما يعني فيش مشكلة اللون الأزرق إنه السماء في الصيف إحنا هنا قلنا الألوان ارتباطها بالفصول بالشكل اللي احنا شايفينه ده طيب هناخد نفس الفكرة بس بشكل مختلف أو تكوين أو تركيب الجملة هيكون بشكل مختلف نقولي مثلا نقولي مثلا في الشتاء أن الفلج يكون أبيض والسماء تكون رمادية أشكركم جدا على حسن المتابعة إذا كنت تابعته للآخر ولا تابع للآخر يديني رايك عشان أعدكم وعرف مين تابع للآخر ومين ما تابع الشريد آخر النقطة الثانية شير للفيديو لو كنت شايفه مفيد لأصحابك ها شير للفيديو ساعدنا ان احنا نوصل لناس صغيرة ما توقفش المعلومة عندك انت الواحد النقطة الأخيرة سبسكراب للقناة وفعل الجرس عشان يجيلك إشعار بكل جديد وإن شاء الله قريب جدا هتلاقي لينكات للموقع بتاعنا فرنشاوي دوت كوم هتتابع عليها شرح الدرس مكتوب وكويزات على كل النقطة في الدرس شكرا جدا وأروفوار كان معكم السيوليد مصطفى أبو رضا على موقع قناة فرنشاوي أروفوار